ومن الأخبار اللي حصلت تنبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة النهاردة إن شاء الله جامعة الإسكندرية هتشارك فيه احتفالات اليوم العالمي للتعليم وده في إطار إعلان الجامعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 يناير من كل عام يوم عالمي للتعليم النهاردة كمان هتبدأ وزارة المالية في صرف رواتب 6 ملايين ونصف مليون موظف بالدولة شهر يناير 2022 النهاردة كمان هيتم قطع الطيار الكهربائي عن عدد من المناطق في مدينة الغردقة وده بسبب الصيانة الدورية للمحاولات وقطع الكهرباء هيكون في مناطق مختلفة في المدينة وهيبدأ من الساعة 9 صباحاً والحد الساعة 2 الظهر لمدة 5 ساعات